ربما ما زلت أنا التلميذ الوحيد كلما استمعت إلى الناشيد الوطني التونسي يزرع في الوطنية ويشعرني بالفخر والاعتزاز للانتماء إليه بلادكم جميلة يا شباب بلادكم مكسب يملأها التاريخ كونت الخضراء أصغر شعراء العربية وأفصحهما بلاد الجود والكرم بلاد المعالم بلاد يملأها التاريخ كونت الخضراء أصغر شعراء العربية أفصحهما وإن شاء الله تكون أكبر الشعراء العربية أفصحهما ظهر أنه تلقاه عمر 14 عام حاجة يحكي على الهجرة من خلال يحكي على الهجرة بلنسبة لي ما عندكش تعليل أنت ما زلت تقرأ دامنا ما زلنا يعني ما زل فهمة شباب ونجموا قادرين أنه نغيروا الشباب وعليش نحنا ما نغيروش علش كنتي ما نحبوا كل شي كوم يلفوه علش نحنا ما نساهموش في التغييرات وقتها كل شي يكون كما نحبه نحنا وخير زي كما نحبه نتكونه كما تحبه نتكون الناس كل ما تفاجئين أنت كفشت خما بالتفكير هذا إخي أنت شريت من هذا الدنيا هو العمر يعني مجرد رقم قابل للمحو في أي لحظة يعني قابل قابل العمر يتفصل نجميني ننسأليني عمري 14 عام كان مش نحطه العمر يعني حاجة ليه؟ كيف نجمين سأبحث عن أسرع أبخوشينمون إن شاء الله؟ الساعة إن شاء الله كتش في التنمية البشرية هذه قدرة ربي حاطتها بيوت سوف الحاجات الأخرين إن شاء الله نعامل نعمل طبيبة نفسانية في وإلا حتى كان خارج الدومين هذي لازم نكون عمصر فعال في المجتمع يعني حتى كان ممشيتش في الحاجات هذه حتى كي تتواصل مع عبت حلو مشكلة وانتي بيدك وقت فدد المجتمع إحنا بحثينا إسرا هكا واللي؟ عاصمة مرحبة عاصمة مرحبة ومحلك ومحلك كلامك اللي سمعناه في الكواليس عايشة سيبو غصابش نحلو معاك حوار خلنا يخذوا الساعة للوتوريزازيوم دعمما ميسين شما ما تتعد معانا إسرا؟ ومدرسطين عمري 14 عام نقرأ سنة فامنا أساسي والله ناشت في دور الشباب والرياضة وين هذا؟ في منز النور الولاية المنصير مغرومة بالكتابة شاركت في المسابقة التي تابعة الكولاجيات يعني يعني نشاركوا فيها كتبت خواطر شكلتهم يعني هي في العنوان كان رحل عبر الزمن توشت بجايزة لولا على ولاية المنصير وان شاء الله قاعدنا نكتب في كتاب كتاب ادبي هو يجمع بين البسيكولوجيا والأداب هو لعاله يكون مرجع المراهقك يقرأ يعني هي تكون رحلة المراهق في بداية المراهقة يعرف البداية متاعه ويعرف الحاضر متاعه الحاجة ل... تليني يا إسراء؟ تخلت فينا دخلة قوية تحكينا بسيكولوجيا ومراهقة والدنيا والله هو حب الطلاع واني شخصية جريئة يعني نتحدث ومعنديش تراك لقدام الكاميرا لقدام عباد كان الاكتشاف متاعي في دور شباب ورياضة دخلت لدار الشباب بقيت مدرب تنمي بشري وهم ونشط سحمدي الشاي بنقدم له تحية قاعد يحكي على معاناة الشباب فالذاني قاعدت نجبت في مواضيع اللي هي خلات العباد تخمم وتطرح برشة مقترحات اقترحوا علي قاعدوا يحكيوا معايا قالوا لي تقولي جي تحضر معايا هكا وتعطي رايب قلوا لها فيك بليزير من وقتها يعني الحكاية عملت سيكسي في منزل نور وبيقي الحب طيلها ذكا زيت قلت مدامي اني طوا عندي حاجة نخدم عليه نزيد نقرة نزيد نتعرف وغرامي بالكتابة هو كما نقوله نحنا الهام الهامة ذا يتجسد تم الاكتشاف متاعه صيف عمناول حبيت نكتب كهو مبعط لكي جاءت الفرصة هذية اللي هي اول مسابقة نشارك فيها مع الاعدادية مفيدة بورقيبة بالمونستير شاركت بالحاجة وكانت يعني عملت ضجة كما نقوله نحنا وطوشت بالجزلولة إلا كنت حاطة بورسونتاج مي مشاسب كوان باش تكون متوقعتش رح كلولة معاني متوقعتش الشكر اللي شكرهولي يعني عالمجهود متاعي اللي خدمت ردود الافعال ردود الافعال وذي اللي شجعني باش ننجسد الحاجات اللي كتبتهم في كتاب أو ربما كتاب يخلي بصمة يعني ناك الله فيه 14 نص نوع عام لكتاب إن شاء الله بخدرة ربي شنو هن نستنيوا من إسرع حاجة تفرق شننخدم يعني كما نقوله عالتواعية توعيد الشباب قبيلة قتلي جملة مفيدة قتلي لربما التواعية تكون من مراهق المراهق تكون خير وأقرب مراهق تكون خير يعني حتى كي باش يحكيو في دي سوجين فماش يكالحشم فماش يكالتردد يعني تقوله انت حتى قبلهما يوصل لك المعلومة انت تكون فهمها حتى ما تكونش ما تكونش عايشها جسلوب جكتي في متاعي هو نشر الواعي بين الشباب وعليش خدمت على الفئة هذي على خطر اذاك هو الخلل الاجتماعي يعني يعني اذاك هو خطر الشباب اليوم هو الجيل غدوة وهو هما الاباء والأمهات متاع غدوة فلذا لازم يكون لازم تكون معالجة من طو خطر اني كيبش ناخو معلومة باش تتقدم الصغاري وصغاري باش يعطيه معلومة اخرى كيماني كتسبت المعلومة هذي من لقبل نزيد عليها ونزيد نطورها باش توصلكهم يلفوا للاجهة القادم اني ساعة لازم تعلمهم على الصدق وتعلمهم على حب الذات خطر هي حب الذات من اهم الحاجات اذا كان الانسان وصل الحب ذاته معادي نجم يأثر فيه حد شاي والسرتون حب عدم التعلق على خطر اكبر مشكلة انه العباد تتعلق ولازمها ما تتعلقش يعني مأساة كبيرة برشا ما معناه تتعلق وما تتعلقش لازم العباد تتعلم عدم التعلق على خطر التعلق عنده مخلفات صحية جسدية نفسية خيبة خيبة على الاخر وذي تساهم في الضعف النفسية يعني انتك توصل انك حياتك مربوطة بشخص او شريك او صديق يعني ما عندك وين توصل لازم تكون صديق نفسك وتحب ذاتك كما يجب اما التواصل مع الناس به يزيد اكيد اكيد اني لو لا التواصل ولا الشخصية الاجتماعية ما كنتش كهك ونعلم ثقة بالنفس اللي هي اهم حاجة يعني كي توقف قدام عباد ولا تقدم معلومة ولا حاجة كل خجل وكالتردد وكل خوف وكل نظرية متالعبادة ولا التعليقات هذه كل لازم تخممش فيك توقف توقف اكثر من اللي تتصور تبركالله مني الليك هذي الكل كي شخصية واعد نجمي كل الاطار العائلي يعني كترى الواعي كترى حاجة انت تكسبها وديما الاحاطة لازم حتى تكون الاصدقاء خاطر هي العائلة اول اول حاجة تحيط اذا كان لقدر لا فما خلال في العائلة يلجئوا الى المدارس ولا يرجئوا الى الاصدقاء يعني ديما لازم فما التوعية وديما نسمع يعني نحب نسمع العبد بيكتسب من عنده المفردات الباهية طريق التفكير ونجم يكون ذات الخيال ساعدني في هذا كل خيال اي شو بدخل خيال نستعمل برشة خيال خيالي والتفكيري وهم حتى في الكتيبة متاعي ديما نركز على الخيال الخيال هو اللي يولد الافكار والطاقة الايجابية ونجم هو يكون زادة حاجة باها انك ترجع للماضي اذا كان بئيس نوعا ما هو يساعدك على بناء افكار بالخيال يعني تتخيل حاجة ما خير تتخيل حاجة ما احسن هيك بالضبط ما عاملة بين زملائك اصدقائك الولادة اللي في عمرك معناه والله زملائي علاقتي طيبة معاهم فما إلا معناها نتشاجر وصير معناها نجم يكون زادة الأصدقاء وإلا كما نقول نحن العثارات اللي في الحياة هي لتعلمك دروس معناه كانت عندي صديقة متعلقة باها على الاخر وإلا حد ولا أي واحد معناها كما نجم يكون واحد نفعك وبعد كي يضرك اذاك هو الحياة هي بيضا في حد ذاتها مدرسة فممت حياة مدرسة لكن المدرس ربما يكون وشخصا لقبته يوما ما بالقريق اذاك هيه المفاجه أنتك تدخل مدرسة أو نهارة السنة البروف شكون ولا المعلم أما هنيه نجم يكون هو صاحبك ولا حد قريب لك هو وقت بشيكون لك درس أما أني لازمك تأخذ سياق الدرس كوميلفو يعني حاولتك تتواصل مع أصدقائك مثلا عندهم مشاكل وكل أكيد أكيد مالكيفاش لازمك تظهر لهم الساعة لأنتي مصدر ثيقة تخليه تلعب له لأنتي ثيقة لازمك تكون على قد الكلمة التي أعطيتها خطر الكنفيانس رأي حاجة لازمك تكون قدها تخليه أليز معك يحكي لازمك تخليه أليز وتشعروا بالأيمان باش يكمل معك باش يكمل هو يحسك أنت محل ثيقي يكمل معك ولازمك ديما تحسوا ديما لازموا يغذل الأفضل معناه ما تقولوش لكلنا هكك ولا حتى أنا كيفك لازم ديما تقولوا رأي فترة وتمشي ولا تعطيه الميتود إلا باش نجمي يحسن بهم مخي أنا طوى ذربني الاكتئاب من راسي السقاية كيفاش نستعيد ثيقتي ونرجع كل عاد ثيقتك ساعدك قوة الإيمان حاجة يعني أول ركيزة من الركيز ثاني حاجة ما تحاولش تعيش مع الوضع الاجتماعي يعني ما تحاولش تعيش أنت طوى مكتئب لا ما تتوصلش مع الكئابة متاعك شوف طريقة تخرج بها التقسة لها متاعك نجم تكون كتابة نجم تكون رسم نجم يكون غناء يعني الموهبة أنت وقتها تكتشف الموهبة وقتاش في حالة الإحباط وحالة الاكتئاب في الحالات هذيك أقول أنت الأزمات تصنع شخصيات أكيد هذا هو الشعار أما لازمك يعني تعرف كيفاش مش أنت مثال تعرف الحاجة هذه الخائبة لازمك تعيشها باش تعرفها خائبة لازمك تاخذ حذرك وكما قلت لك تخدمها في مخكن أنت تجي في السيطوياسي وهيك كيفاش تتصرف تستفيد من تجارب الآخرين تستفيد من تجارب الآخرين خاتر إذا قم قلت لك أني 14 عام هي كانت الناس كلما تفاجئين أنت كفشت خمّة بالتفكير هذا إخي أنت شريت من هذا شريت من الدنيا هو العمر يعني مجرد رقم قابل للمحو في أي لحظة كيفاش قابل قابل العمر يتفاصل نجميني ننسى لأني عمري 14 عام كان مش نحطوا العمر يعني حاجة ليه ما نجمو ونلقاه إسراء أبخوشين ما إن شاء الله الساعة إن شاء الله كوتش في التنوية البشرية هذه قدرة ربي حاطتها بيوت سوف الحاجات الأخرين إن شاء الله بلكش نعمل نعمل طبيبة نفسانية في البيتسيكولوجيا وإلا حتى كان خارج الدومين إذي لازمني نكون عمصر فعال في المجتمع يعني حتى كان ما مشيتش في الحاجات هذه حتى كتتتواصل مع عبت حلو مشكلت أنت بيدك وقتها فدت المجتمع شو تقول للشباب اللي في عمركم أيسين من كل شي فما زادة ظاهرة إنه تلقاه عمر 14 عام ولحاجة يحكي على الهجرة من خلال يحكي على الهجرة أي ما بالنسبة ليا ما عندكش تعليل أنت ما زلت تقرأ ما زلت يعني مكش صحيح هي أما دي ما نقول ربما ما زلت أنا التلميذ الوحيد كلما استمعت إلى النشيد الوطني تونسي يزرع في الوطنية ويشعرني بالفخر والاعتزاز للانتماء إليه بلادكم جميلة يا شباب بلادكم مكسب يملأها التاريخ كونت الخضراء أصغر شعراء العربية يؤفصحوهما بلاد الجودي والكرمي بلاد المعالمي بلاد يملأها التاريخ كونت الخضراء أصغر شعراء العربية يؤفصحوهما وإن شاء الله تكون أكبر الشعراء العربية يؤفصحوهما علشاء ماذا ترع في المستقبل إلى حد الآن مستقبل يعني ما هيش حاجة تفرح برشا أما ما دامنا ما زلنا يعني ما زل فهم شباب ونجموا قادرين أنه نغيروا الشباب وعلش نحنا ما نغيروش علش كديما نحبوا كل شي كوميلفو علش نحنا ما نساهموش في التغييرات وقتها كل شي يكون كما نحبو نحنا وخير كما نحبو نتكونوا كما تحب أنت يكون